يحدد برنامج الأهلي في الفترة اللي جاية فترة التوقف الدوري اللي هتكون عشان منتخب مصر يستعد للقاء النيجر يوم تمانية المدير الفني للأهلي أعلن برنامجه وما إذا كان الفريق حياخد مباراوة دية خلال هذه الفترة ولا لا حيبدأ يتفع عليها مع الجهاز والمفروض أنه الأهلي حيلعب بإذن الله لإنتاج الحربي يوم الحد 9 مساء في ملعب السلام الوطن بتقول الأهلي يخمد غضب محسن بوعود جديدة وهنا مروان محسن مهاجم دولي كان مهاجم منتخب مصر في كاس العالم كون أنه الفترة اللي فاتت ما هواش جاهز بالدرجة الكافية واليد أزاره جاهز وشغله وصلاح محسن طالع ولعب كويس وبيسجل فده بياخد فرصة وده بياخد فرصة بما لا يدير مروان محسن فمش وجيها أبدا أنه أنا أقول أنه مجرد ما الأهلي قال له ركز واشتغل وفرصتك موجودة يبقى لا ده بيدي له عود ما هيش عود ولا إخماد لغضب ولا ثورة ولا نار ولا غيره يا جماعة الأهلي عنده خمسة وعشرين لاعب زي كل نادي ما عنده خمسة وعشرين مع الناشئين ربما أكتر غير معقولة أنه كل مرة التشكيل هيتعمل ندور على لاعب ما لعبش مقموص وعايز يمشي وعايز يمشي وغضب وثورة والأهلي بيضحك على لاعب ده معنى كده أن اللعبة كلها هتمشي يعني غير معقول هذا التركيز وهذا الاستهداف الواضح ركزوا في كل يا أخوانا هو فيه لعيبة محترفين ومتخبات بلدة ما بتلعبش في الدور المصر ومحدش بيسمع عنه ما فيش حد بيجيب سراتهم مروان معصن مش عارف إيه يا أخي بلدي انت عارف بقى توقيع بلدي وبعدين لو خد مروان معصن كانت النغم اللي أبلي صلاح معصن صلاح معصن أبا 40 مليون مش دي اللي كانت شغلة ولا أظهر شوف مسألة أن اللعيب في النادي الأهلي هو اللعيب الوحيد الذي لا يقبل المنافسة مش معقولة صحيح هل اللعيبة كلها مش عارفة أنها بتخوض منافسات مع اللعيبة لا تقل عنها طبعا ده احنا ننادي الأهلي يا أخي طب خد دي ايه هات الشروق الأهلي يرفض عودة صالح جمعة وقولولي بالله عليكم دلوقتي القايمة ما فيش قيد قايمة الأهلي فيها 25 صالح جمعة معار للفيصال السعودي فيه مشاكل في قيده في السعودية لكن مين أهل الأهلي بقى أولا هو عاده مع الأهلي ساري يعني هو على قوة الأهلي على زمة الأهلي يعني يوم ما يمشي حيبقى في الأهلي بالضبط يعني يرفض عودته حيوديه فين حيوديه السنة لا حيقدر يأيده دلوقتي يرجعه للقايمة بتاعة الفرق لأنه ما فيش قيد وسانيا حتى لو تم فسخ عاده في السعودية يا عم ده تميل أن يعمل لك مشكلة بس فبص بقى الأهلي يرفض عودة صالح جمعة مشاكل اللاعب وعدم التزامه يفتحان باب رحيله نهائيا يا جماعة ما فيش قيد الباب مقفول يرجع أو ما يرجعش صالح ده قرار الجهاز الفني بس هو حاليا لا ينفع يرفضه ولا من حقه يرفضه لأنه عاده مع الأهلي ساري إلى أن يتم البد فيه موقف أو مسألة إعارته بقى لعب تم فسخ عاده في السعودية ده موضوع ما احتاجش مننا راغي كتير لأنه من ضمن المناه ده من ضمن التوقيع اللي بيوقعوا بينه باللعباتنا إبراهيم لأن اللي انت بتقوله ده بديه ومنطقي جدا لعب من فيش فطرة قيد والأهلي ما طلعش من عنده حد صرح هذه التصريحات السبب إيه بقى في الكلام ده غير التوقيع عندك تفسير تاني؟ ده اللجنة المركزية